تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تولي سمو رئاسة مجلس الوزراء برقية من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عبر فيها عن خالص التهاني والتبركات بهذه الثقة الملكية السامية داعيا المولى العلي القدير أن يكلل خطى سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بالنجاح وسداد ويمد سموه بعونه وتوفيقه لخدمة مملكة البحرين لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة